السيسي يوجه بتدريب الكوادر الحكومي على الأساليب الإدارية الحديثة مع الانتقال للعاصمة الجديدة رئيس الوزراء يطمئن على أرصدة المخزون الاستراتيجي من المنتجات البترولية وزيرة الصحة تعلن إجراء 453 ألف عملية جرحية ضمن مبادرة رئيس السيسي لإنهاء قوائم الانطلال موجز الأم واخير الأخبار من تلفزيون النهار أهلا بكم اجتمع رئيس عبد الفتح السيسي أمسى برئيس الوزراء ووزير الإسكان وعدد من المسؤولين لمتابعة مستجدات عملية انتقال وميكانة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة كما اجتمع رئيس السيسي أمسى برئيس الوزراء ووزير الإسكان ومستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني المزيد في سياق هذا التقرير اجتمع السيد الرئيس عبد الفتح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني والمهندس أحمد زكي عبدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء ياسر كامل أبو مندور مدير إدارة نظم المعلومات للقوات المسلحة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض مستجدات الخطة التنفيذية لعملية انتقال وميكنة الجهات الحكومية للعاصمة الإدارية الجديدة فضلا عن الموقف التنفيذي للبنية التحتية التكنولوجية في العاصمة الإدارية وقد وجه السيد الرئيس بإيلاء أهمية قصوى لتأهيل العاملين وتدريب الكوادر الحكومية على انتهاج الأساليب العلمية الحديثة في الإدارة عند انتقال الحكومة للعاصمة الإدارية الجديدة بما يساهم في بدء عصر جديد من العمل الحكومي وتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين مع توفير الآليات اللازمة للمتابعة والتقييم في هذا الصدد وذلك في الإطار العام لبناء الدولة المصرية الحديثة وأوضح المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي للبنية الرقمية والخدمات المعلوماتية بمختلف محاورها في العاصمة الإدارية الجديدة سواء على المستوى الأمني أو الخدمي أو إدارة المرافق أو الحكومة الذكية كما تم عرض جهود الإعداد لانتقال الجهات الحكومية إلى العاصمة الإدارية بما فيها التجهيزات التكنولوجية لمباني الحي الحكومي وإقامة مركز رئيسي للاتصالات ومركز للبيانات الموحدة للدولة إلى جانب تطوير العامل البشرية من خلال برامج التنمية البشرية والتدريب وبناء القدرات وتنمية المهارات على تشغيل النظم المعلومات الجديدة وإدارة المحتوى الرقمي والحفظ الإلكتروني للمستندات وشهد الاجتماع كذلك استعراض الموقف التنفيذي والهندسي فيما يخص الطرق والمحاور الرئيسية المؤدية للعاصمة الإدارية فضلا عن سير العمل بمختلف التجمعات والأحياء السكنية الرئيسية بالعاصمة كما اجتمع السيد رئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية واللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة الإسكان على مستوى الجمهورية خاصة المدن الجديدة وتطوير المناطق العشوائية والإسكان الاجتماعية وتطوير أحياء ومناطق القاهرة وكذلك جهود توفير المياه من خلال شبكة محطات معالجة وتحلية المياه على مستوى الجمهورية وقد اطلع سيد رئيس على مقترح مشروع التجل الأعظم فوق أرض السلام بالمنطقة المقدسة في سيناء بمحيط جبلي موسى وساند كاترين حيث وجه سيادته بدراسة كافة جوانب البنية الأساسية لهذا المشروع بتنصيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية ليكون المشروع بمثابة قيمة مضافة روحانية للإنسانية بأسرها وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور عاصم الجزار عرض الإجراءات التي تقوم بها وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة الموارد المائية والري لتخفيف حدة العجز المائي وتحسين جودة المياه وقد وجه السيد الرئيس بالتوسع في هذا المجال في إطار استراتيجية الدولة التي تتضمن إقامة مشروعات محطات معالجة وتحلية المياه موجها سيادته بالسعي نحو امتلاك القدرة الفنية لتوطين تكنولوجيا محطات معالجة وتحلية المياه لما لها من مردود هام وداعم لجهود الدولة في هذا المجال الحيوي أكد رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي على ضرورة زيادة المخزون الاستراتيجي للمنتجات البترولية وقد جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الوزراء مع وزير البترول لمتابعة عدد من ملفات الوزراء والاطمئنان على المخزون الاستراتيجي من السلع البترولية وقد أكد مدبولي على ضرورة توفر المنتجات البترولية المختلفة في المدن الساحلية في فترة الأجازات والمصائف أعلنت الدكتورة لزايد وزيرة الصحة والسكان عن الانتهاء من إجراء أربعمائة وثلاثة وخمسين ألفا واربعمائة وخمس واربعين عمليات جراحية بمبادرة الرئيس السيسي لإنهاء قوائم الانتظار ومنع تراكم قوائم انتظار جديدة في تدخلات الجراحية الحارقة التي تشملها المبادرة وذلك منذ انطلاقها في شهر يوليو من عام 2018 وحتى اليوم الثلاثاء وأكدت الوزيرة أن المبادرة الرئاسية مستمرة في عملها رغم تدعيات أزمة فيروس كورونا المستجد مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ونشدت الوزيرة والمواطنين ممن يحتاجون لتدخلات الجراحية العجلة سرعة التسجيل ببرنامج قوائم الانتظار سرح دكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بأن النسبة الإجمالية لأعمال تنفيذ 15 برجا بارتفاعات تصل إلى 42 طابقا بمنطقة الأبراد الشاطئية بمدينة العالمين الجديدة بلغت 84% لأعمال الخرسانة والتشتباط ومن المقرر الانتهاء من تنفيذها تباعا خلال العام المقبل 2021 وقال دكتور عاصم الجزار إنه جاري الانتهاء من المرحلة الأولى من الممشى السياحي والمنطقة الترفيهية والتي تتوسط منطقة الأبراد الشاطئية كان هذا مجازن الإخبار لهذه الساعة تلفزيون النهر دمت بخير وإلى اللقاء